رجعنا لحضراتكم مرة تانية وليسا مستمرين معاكم في فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد والحقيقة دلوقتي هنتكلم عن فقرة محكمة الرئيس السابق محمد حسن مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيبي العدلي وستة بين معاوني واللي تم تحديد ثلاثة أيام لسماع المرافعة اللي هتبتدي من النهاردة وبكرة وبعده تلقيته أربع وكميس للحاسم في هذه القضية اللي ناس كتير جدا يعني كانت مستقى من التأجيل والتأجيل والتأجيل عشان ما طولش على حضراتكم النهاردة هيكون معانا ودلوقتي هيكون معانا الأستاذ جمال عطية محامي مدعي بالحق المدني علشان نتكلم أكثر عن تفاصيل هذه القضية سبع الخير أستاذ جمال أهلا بحضرتك معانا النهاردة والحقيقة يمكن لو ابتدينا من مبارح قبل ما نتكلم عن التساؤلات الكتير يعني كل الشارع بيسألها وكل الناس بتسألها خلينا نعرف مبارح سبب انسحاب واحد من المحامين اللي انسحب مبارح من المحكمة هو بسم الله الرحمن الرحيم هو بالأمس فعلا انسحب أحد المحامين المدعين بالحق البندري لأنه حصل أنه هو اختلاف بين دفاع المدعين بالحق المدني فقرر الانسحاب نظرا لوجود خلاف بين المحامين ده كان تم بجلسة أمس بس يعني الموضوع كله كان حصل اختلاف من المحامين فالمحامي منهم منسحب أيوة تمام بس ما فيش أي حاجتين طيب نتكلم شوية عن بعض الكتساؤلات يعني مثلا طلب شهادة الفريق عنان الفريق سامي عنان يمكن هو كانت طلب قد كده من ثلاث شهور هو كانت المحكمة قد أجلت الجلسة أيوة قبل تقديم طلب الرد لسماع شهادتي المشير طنطاوي الفريق عنان وبالفعل حضر المشير طنطاوي للإدلاء بشهادتي تمام وبهذه الجلسة نظرا لوجود بعض الأشياء التي لم يرضى عنها المحامين المدعين بالحق المدني فقرروا تقديم طلب لرد هيئة المحكمة وكانت اليوم التالي مؤجل لسماع شهادة رئيس الأركان فريق عنان وعندما استؤنفت الجلسة المحاكمة بعد أن تم رفض طلب الرد لم يتم الإشارة إلى سماع شهادة المشير الفريق عنان من عدمه تمام فكان ده طلب أغلب المدعين بالحق المدني وكان أيضا طلب دفاع المتهم الخامس اللي هو حبيب العدلي طلب برضو سماع شهادة الفريق عنان لكن المحكمة التفتت عن هذا الطلب ليه؟ والله هو شهادة الفريق عنان لم يرد كشاهد إثبات أو شاهد نفيه فالمحكمة أرادت أن تنظر إلى الشهود اللي لهم تأثير في الدعوة أو في الجناية سواء شهاد إثبات يثبت التهمة أو شهاد نفيه ينفي التهمة أما الشهادة الاستدلالية قد تفيد وقد لا تفيد فالتفتت عنها المحكمة طيب بعد كده تم طلب المستشار عصام الجهري وهو رئيس هيئة الكسب الغير مشروع يعني طلب الاستدلال حقيقة بأكتر من شهادة إحنا هنحاول نسردها مع حضرتك لكل السادة المشاهدين من ضمنهم المستشار عصام الجهري هو المستشار عاصم الجهري هو ده مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع وهو المتولي يعني الجهاز ذا متولي القيام بالتحريات عن التحويلات التي تمت لأسرة الرئيس السابق من بنك باركليس تحديدا خلال فترة الثورة وطلب أغلب المحامين المدعين بالحق المدني سمع شهاداته في هذا الشأن عما تمه في هذه التحريات ولكن المحكمة أيضا التفتت عن هذا الطلب طب ليه؟ يعني ممكن يبقى فيه تداخل لأنه ممكن يبقى فيه قضية مستقلة بشأن الموضوع الأموال بشأن الكسب الغير مشروع فنفصلها طبعا عن قضية قتل المتظاهرين يعني بالموضوع بس مش يعني منقدرش نوع عليه بقى أنه التفت عن الشهادة ولكن هي فصلت القضيتين قضية قتل المتظاهرين وهي الكسب الغير مشروع نلتفت لأستدلال بشهادة أخرى وهي شهادة الأطباء بالمستشفى الميداني ليومين 25 و28 يناير والله هو شهادة الأطباء بالمستشفى الميداني مبدان التحرير قد يكون طلب موضوع جدا لكن المحكمة يجوز أنها لها وجهة نظر أو نقول على استحياء أنها قد ارتقت الإدانة كافية فيما نظرته أمامها ممكن تكون هي شايفة أن فعلا فيه إدانة في الجزء ده فمش محتاجة أن هي تسمع شهود تانيين بس طيب حصل وقدم المحامي فتحي أبو الحسن شريط بيودين الشرطة بالقتل العمد للمتظاهرين الشريط ده هل تم عرضه الشريط ده هل تم الاستدلال بير الشريط ده هل كان ليه أي نتيجة ولا هو بالفعل المحكمة ضمته للأحراز القضية لكن لم يتم مشاهدته بالجلسة ويعني أغلب الظن أنه هو يكون لقطات مصورة من خلال البرامج التي كانت تزاع عبر القنوات الفضائية اللي هي موجودة كلها على اليوتيوب واتزعت في البرامج وكل الحاجات يعني ممكن رئيس هيئة المحكمة بنفسه شهدها كمواطن في الوقت الأحداث جميل طيب الحقيقة يمكن حالة الرئيس السابق محمد حسني مبارك يعني أحنا طبعا ما بنشوفش دلوقتي المحكمات ولكن بنشوفه هو داخل القاعة بنشوفه هو خارج من القاعة بنشوف نجليه بنشوف حبيبي العدلي هل حالته الصحية تستدعي فعلا أن يكون على سدير زي ما بنشوفه هل حالته الصحية تستدعي أن يكون في المركز الطبي وليس بالمستشفى بترق يعني عايزين شرح أكتر لما نرى على الشاشات من وجهة نظر حضرتك والله والسؤال ده صعب يعني أصعب من محكمة نفسها لأن 90% من الشعب المصري تقريبا متأكد أن رئيس السابق حالته الصحية جيدة والتقارير الطبية التي كانت قدمت أثناء فترة التحقيقات عندما كان في مستشفى شرم الشيخ الدولي أكدت أنه بحالة صحية جيدة وإن كان جي بعض الفترات التي فيها انتكاسات صحية قليلة لكن بصفة عامة هو حالته الصحية تسمح أنه يدخل على رجلية بس أنا كمحامي من المدهين للحق المدني أظن أنها فكرة الدفاع فكرة الدفاع نعم الاستعطاف الاستعطاف الشعب المصري والرأي العام بصفة عامة والتأثير نسبيا إلى حد ما أنه توضع الحالة الصحية في الاعتبار المحامي الأستاذ فريد الديب وهو طبعا أن محامي الرئيس السابق فجر مفاجأة ويقيل أنه هو فجر مفاجأة في القاعة نعم المحكمة إيه هي المفاجأة وما مدى تأثير هذه المفاجأة هي المفاجأة أنه هو تنازل عن سماع كافة شهود الإثبات الباقين وهم حوالي 1500 وكسر شاهد وما مدى أهمية التنازل ده هو كان متمسك جدا بسماع 1600 شاهد خلال الجلسات السابقة ولكن بالجلسة الماضية بالأمس تنازل عن سماع باقي شهود الإثبات وقرر أنه جاهز للمرافع بالفعل وده مؤشر هو حط فريق الدفاع بالكامل في مأزق حارج إزاي فن؟ هو اعترض عليه طبعا دفاع المتهم الخامس يعني طالما أنها قررت أنها ستبدأ في المرافعة سماع المرافعة من النيابة فمعنى كده أنها قفلت باب سماع أي طلبات أي طلبات تتوقع كانت إيه ممكن تبقى طلباتهم؟ هم قالوا طلباتهم بالفعل ورئيس المحكمة أثبتها في محضر الجلسة بالفعل آه إيه أهم الطلبات كان أهم الطلبات سماع شهادة الفريق سامي عنان أيوة؟ سماع شهادة اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة وسمع سمان شهود آخرين لم يتم الإعلان على أسمائهم ولكن قدمت أسمائهم مكتوبة بالجلسة المحامي فريد الديب وهو طبعا محامي الرئيس السابق يعني بيتكلم عن الموضوع بثقة أحيانا تستفذ بعض المصريين أو أحيانا تستفذ المصريين حال حضرتك شايف أنه الثقة ضيف محلها يا أستاذ جمال بما أنك حضرتك محامي وأكيد يعني لما بيبقى قدامك أي عضية بيبقى قدامك خوطها كلها هل حضرتك شايف أن الثقة دي في محلها ولا الثقة دي هي أداة من أدوات المحامي المتمكن والله هو يعني الأستاذ فريد الديب هو خبرة قانونية أكيد ولكن عندما تكون هناك قضية للرأي العام تهم الشعب المصري فيجب أن يراعي المحامي شعور وأحساس الشعب المصري بالكامل وأن لا يتم استخدام الخبرة واستخدام الحنكة في المهنة يعني ضد الاتجاه ده يعني يجب أن يراعى تماما مشاعر الشعب المصري وأن تراعى يعني أننا في فترة ثورة وأن مصر قد تكون تولد من جديد الآن فيجب أن يحترم الجميع هذا الشعور وأخص في هذه الجزئية حضور سنين من المحامين الكويتيين بالأمس في الجلسة هما بيجوا يعني بيعملوا كده شوق إعلامي ما بيقوموا مش يتكلموا وللأسف الشديد يعني هما بيدعوا أن هما على قدر كافي جدا من المهنية في المحاماة ولكن للأسف الشديد لما بيكونوا بيجوا بيعملوا تشريع في الكويت بيستعينوا بخبراء مصريين في مجال القانون فهم الأقدر بهم أن هما يروحوا يعني لا يستفزوا الشعب المصري ويروحوا بس أن هما يعملوا قوانينهم هما بدل ما يجيبوا مصريين أكفاء يعملون قوانينهم اللي هما بيعرفوش ينظموها في بلدهم فعلا وهي يمكن فكرة كمان المحامين الكويتيين وتدخلهم في القضية يمكن برضو فيها عامل استفاز كثير من الشعب المصري ولكن إحنا كنا كان لنا قبل كده في داود قال إنه مسموح هو فندم هو فيه جزئية تانية مهمة جدا هو بحضورهم أنهم يدافعون عن الرئيس السابق هو فيه في حد ذاته ضمنيا تشكيك في نزاهة القضاء المصري القضاء المصري لا يحتاج إلى رقابة من الغير لا هما مش موجودين بيرقبوا هما موجودين بيدافعوا لا هما كانوا هما فندم مش بيرقبوا هما صرحوا بأنه هما مش غير مراقبين بالمرة ولا يسح لهم أن هما يكونوا مراقبين لا هما قدموا طلبات لوزارة العدل لتمكنهم من الدفاع عن الرئيس السابق أقول لحضرتك الجزئية مهمة جدا هما خلال الجلسات السابقة الاثنشر جلسة اللي مروا لم يستطع واحد منهم القيام التحدث أمام محكمة الجنايات فلماذا استفزاز الشعب المصري بهذه الطريقة يعني الشعوب العربية كلها إخوان لمصر ومصر هي الشقيقة الكبرى كما يعني هو معروف ولكن يجب أن يراعى مشاعر الشعب المصري في هذا الشعب هل حصل أي مشادات ما بين أهالي الشؤداء وما بين مؤيدين مبارك زي ما كنا بنسمع في بداية المحكمات في البداية؟ هو الجلسة داخل قاعة المحكمة لم يحدث لكن بره بتحصل بعض المناوشات اللي يعني الأمن بيتدخل ويفصلهم عن بعض أستاذ جمال هل ممكن نتوقع إيه اللي ممكن يحصل في الجلسات القادمة ولا؟ لا نقدر نتوقع فيه مفاجئات هو طبعا نقدر نتوقع ولكن بيبقى فيه نسبة مسموح بيها للمفاجئات في الجلسة هو إن شاء الله النهاردة وبكرة وبعده هي مرافعة النيابة العامة وبيكون في المرافعة دي هي أسباب إسناد التهمة للمتهنين يعني النهاردة الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق ومعونوه تم أحالتهم لأحكمة الجنايات ويتم ذكر الأسباب التي على أساسها تم تم اتخاذ قرار الحالة لمحكمة الجنايات وبتبدأ النيابة تترفع وتقول يعني الأسباب القانونية التي أدت لذلك ثم بعدها يتم إتاحة الدفاع المدعين بالحق المدني ثم بعدها الدفاع المتهمين ثم بعد ذلك يتم الحكم في القضية ولكن هنا في مؤشر يعني لازم نخلي بالنا منه آه في مؤشرات لا هو أهم مؤشر في الموضوع أن المحاكمة بدأت تأخذ الصرع الشديدة آه لأن هذا شيء إيجابي هل ده حريطك شايف أن ده مؤشر إيجابي ولا هل حريطك شايف أن ده ممكن يكون مؤشر سلبي هو منتهى الحيادية والموضوعية أن الدعوة من الناحية المهنية هي فعلا بالفعل جاهزة للمرافعة وأن الجلسة اللي هي مش جلسة أمس الجلسة السابقة عليها سأل المستشار رئيس المحكمة جميع المحامين المتهمين بالحق المدني وسأل جميع المحامين المدافعين عن المتهمين هل لكم طلبات أخرى بخلاف ما يطلب واستجاب لنسبة يعني بنسبة طلبات حوالي 99% تقريبا ففجئنا برضو أن في طلبات جديدة وفي الحالة دي لو استجابت المحكمة لهذه الطلبات الجديدة قد تتهم بأنها تماطل في الحكمة أو بتأجل فيها عامة إحنا هنكون متابعين وحارتك كنت قلت نقطة يمكن مهمة جدا وهي أنه تم الفصل ما بين القضايا أو تم الإشارة عن مؤشرات في الفصل ما بين القضايا أنه قتل المتظاهرين شق الإفساد المال العام بشكل عام ده شق يعني لو بتدينا نتكلم عن قتل المتظاهرين ويمكن هو ده أول ملف هيتفتح تتوقع فيه بالنسبة بالنسبة لكل المؤشرات اللي احنا شايفينها لحد دلوقتي والله أتوقع أن فيه إدانة للرئيس السابق فيه حكم بالإدانة هيصدر إن شاء الله وفيه حكم إدانة لوزير الداخلية الأسبق وقد يكون هناك يعني تلتين المتهمين المساعدين لوزير الداخلية الأسبق فيه حكم بالإدانة والباقي ما أظنش أنه يبقى فيه إدانة شديدة جميل متابعين طبعا ملف محاكمة الرئيس السابق واللي هيتم سماع المرافعة ليوم الثلاثة اللي هو النهاردة والأربع اللي هو بكرة والخميس اللي هو بعد بكرة ثلاثة أيام على التوالي وده طبعا قرار من محكمة جناية شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فاهمي هنتابع مع حضراتكم يوم بيوم في نهارك سعيد الأستاذ جمال عطية محامي مدعب الحق المدني بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة ونهار حدتك سعيد يا فندم مشاهدي نهارك سعيد مشاهدي قناة نايل لايف نهاركم سعيد دايما معاكم كل يوم نشوفكم بكرة وفريق عمل جديد نهارك سعيد نشوفكم على خير